قدم جلالة الملك عبدالله الثاني التعازي بوفاة الصحفية شيرين أبو عقلي خلال اتصال هاتفي مع أنطون أبو عقلي شقيق الفقيدة وأعرب جلالته عن خالص التعازي لذويها ولزملائها الصحفيين والإعلاميين بهذا المصاب الأليم مستنكرا جريمة اغتيالها التي تعد خرقا للقانون الإنساني والأعراف الدولية هذا وأقيمت صلاة الجناز عن روح الشهيدة الشيرين في كنيسة الروم الكاثوليك في القدس قبل تشيعها إلى مثواها الأخير في مقبرة صهيون التابعة لدير الروم الأرثوذكس في البلدة القديمة حيث دقت جميع كنائس القدس أجراسها في وقت واحد تكريما للصحفية الشهيدة كما أقيمت في العديد من الكنائس الأردنية قد ديسو وصلوات نياحة عن راحة شيرين أبو عقلي وقد تضرع كهنة الرعاية والمؤمنون لله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة مساكن الصديقين والأبرار ترجمة نانسي قنقر